اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفيةها المشكلة البحثة على تطبيقك الخاص يوتيوب ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل تضغط هنا على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق يوتيوب سوف تقوم بالضغط عليه وبعدها سوف تضغط على يوتيوب هنا ثم بعدها سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة تضغط على إقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسحة التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو